بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هو الفرق بين الشيطان والقرين والجن؟ الحقيقة هذه مفاهيم ينبغي أن تتضح أمامنا ليس لمجرد حب المعرفة هذا أمر من الله أيها الأحبة أمر من الله أن تعرف من هو الشيطان ربما يستغرب البعض بالأين تأتي بهذا الكلام هل الله يأمرنا أن نتعرف على الشيطان؟ أقول نعم من مبدأ أعرف عدوك لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو ماذا؟ هل توقف الخطاب أو النداء عند هذا الحد؟ إن الشيطان لكم عدو وانتهى؟ لا فاتخذوه عدو فاتخذوه فعل الأمر أيها الأحبة يأمرك الله أن تتخذ هذا الشيطان عدوا كيف أتخذه عدوا؟ ينبغي أن تعلم أساليب العدو في علم الحروب وعلم النفس العسكري أنت ينبغي أن تعرف كيف يفكر عدوك لتحذره كيف يخطط؟ كيف ينظر إليك؟ ماذا يريد أن يفعل؟ ماذا يخطط لك؟ وإلا ستخسر في المعركة أي معركة أيها الأحبة بين اثنين؟ أحدهما عدو للآخر لا يعرف الطرف الذي لا يعرف عدوه سوف يخسر من هنا الشيطان أراد أن يأخذ معه إلى جهنم أكبر عدد ممكن ولا أضلنهم ولا أمنينهم سيعطيك أماني يعطيك الغرور يعطيك أحلام يقول لك هذه الدنيا حلوة جدا اكسب كثير من المال اذني اتبع الشهوات متع نفسك الحياة قصيرة استمتع بها قدر المستطاع اجمع المال سوف يضلك ويمنيك ويغرك ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو الشيطان أيها الأحبة لأنه كما أغوى سيدنا آدم سيغويك كلمة غوى تكررت مرتين في القرآن أنا أحب أن أكرر هذه المعلومة لنفقه ونتدبر أيها الأحبة والله أيها الأحبة الله سيسألنا عن هذا العلم ماذا أنفقت وقتك في هذه الدنيا كيف ضيعت هذا العمر أنت العمر محدود ثواني معدودة يعني أنا الآن سأستخدم آلة حاسبة فقط خطرت ببالي عملية حسابية بسيطة لنفرض أن إنسان عاش سبعين سنة كتبت الرقم سبعين كل سنة 365 يوم وربع تقريبا يعني 25567 يوما ونصف هذه سبعين سنة ضرب 24 ساعة يعني أنت تعيش 613 ألف هذا إذا قدر لك أن تعيش 70 سنة بحدود 613 ألف ساعة رقم محسوب وبسيط كل ساعة تمر هي جزء من عمرك هي جزء من عمرك 613 ألف ساعة تقريبا هي 70 سنة كلما مرت ساعة ذهب جزء منك أيها الإنسان هذه الساعة أين ذهبت ستحاسب فيما لو عشت نقول 70 سنة أي 613 ألف ساعة ستحاسب على كل ساعة كيف أمضيتها يوم القيامة أيها الأحبة هذه الساعات التي عشتها في الدنيا 613 ألف ساعة ستشعر أنها ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمين ما لبثوا غير ساعة أول أيام البعث أول لحظة من لحظات البعث والحساب والأهوال سوف تجد أن كل الدنيا التي عشتها هي أول ساعة من ساعات يوم القيامة إذن أنا كإنسان عاقل الله أعطاني ذكاء أعطاني تفكير أضيع هذه الساعات في الدنيا على شيء تافه على أغاني ومسلسلات وكلام فارغ وله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسم كذلك الاستماع لغير ذكر الله يقسي القلب والدماغ أيضا لذلك أيها الأحبة أحرصوا أن تستمعوا لذكر الله وتدبر القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء حول القرآن والسنة هذا الذي سينفعك يوم الموت ويوم لقاء الله وفي قبرك ويوم القيامة إذن من هذا المنطلق ينبغي على كل واحد مننا أن يعرف عدوه الحقيقي وهو الشيطان إذا كان لك عدو جار أو صديق أو قريب من السهل أن تستلح معه وانتهى الأمر أما هنا عداوة دائمة الشيطان ليس له أمان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أحفظ هذا الكلام أخي الحبيب أحفظ أن هذا الشيطان يجلس ليمكر بك ليأخذك معه إلى جهنم هو يحاول أن يشدك باتجاه الشر وباتجاه الضلال والله تبارك وتعالى يحذرك ويقول ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هذا الشيطان يقترم بك من هنا جاء مفهوم القرين كل إنسان له قرين من الجن يعمل على إضلاله يعمل على إغوائه لذلك أنت عندما تنسى يجب أن تعتقد أن الشيطان هو الذي أنساك ذكر الله عندما تنسى الصلاة الشيطان هو الذي أنساك لأنه يعمل باستمرار على ذلك عندما تخاف من ضيق العيش وضيق الرزق والله موجود ويقول لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اعلم أن هناك شيطان يخوفك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا أصابك يأس من هذه الدنيا اعلم أن هناك شيطان يريد أن يحبطك لتفقد الأمل من رحمة الله فتكون من الكافرين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إذا أصابك وسواس اعلم أن هناك شيطان يريد أن يجعلك تسب الله والعياذ بالله تكفر بالله تسيء الظن بالله هذا شيطان من الناس من يذهب يعني عيادات نفسية وكذا هذا شيطان التخلص منه سهل جدا أن تقوي ثقتك بالله وتؤمن بكلام الله القضية ليست استماع للقرآن أيها الأحبة لأن بعض الناس ليلا نهارا يستمع للقرآن ليلا نهارا ولكن قلبه في تجارته ولهوه وكذا مع العلم أن القرآن يعمل ليلا نهارا بعد عشرين سنة تأتي تقول له مثلا يقول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى لمن لا يعرف وهو كل يوم يستمع لهذه الآية إذن لاهية قلوبهم القلب لاهي ينبغي عندما تستمع للقرآن أن تركز مع القرآن أن تعتقد أن كل كلمة في هذا القرآن هي قانون إلهي مثل قانون السير ولله المثل الأعلى أنت إذا تجاوزت الإشارة الحمراء هناك كاميرا ستلتقط رقم السيارة وتأتيك مخالفة كذلك هنا هنا يجب أن تستيقن أن هناك كاميرا إلهية تراقبك ولكن هذه الكاميرا هي الملائكة التي تحفظ عليك أعمالك حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين هذه الآية أيها الأحبة هل تعلمون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين عندما تنحرف عن ذكر الله تترك ذكر الله يعني انظروا إلى كلمة يعش يعش هنا تجد على عينه غشاوة بعد بعد نظر أصبح ذكر الله بعيدا عنه ظلام ذكر الله بالنسبة له ظلام نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا يوم القيامة يأتي هذا الشخص قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ستقول لهذا الشيطان فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ولكن يأتي الجواب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذن أيها الأحبة الجن فيه المسلم والكافر والصالح وفيهم الأنبياء وفيهم كل أنواع الجن مثل البشر فيهم الصالح والنبي والمجرم والمشرك وكل الأنواع موجودة شيطان الإنس هو أسوأ شيء في البشر هو شيطان الإنس شيطان الجن هو أسوأ شيء في الجن القرين هو من الشياطي من السيئين لأن الجن الصالح لا يعمل على إضلال البشر الذي يعمل على إضلال البشر هو الشيطان السيئ الذي يريد أن يقودك إلى النار ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إذن خلاصة هذه الحلقة أيها الأحبة أولا ينبغي أن تعرف عدوك وأن تطلع على هذه الآيات الشيطان ورد 88 مرة والملائكة 88 مرة الشيطان والشياطين 88 مرة والملائكة وملكة 88 مرة نفس العدد هذا يدل على أنك أيها الإنسان ينبغي أن تهتم بهذا الموضوع لا تهمله تتركه وراءك وتصطدم وتفاجأ يوم الموت به القرين يجب أن يكون من الشياطين إلا أن نبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله فقرينه أسلم وبالتالي لماذا ما الذي يعني جعل هذا الأمر يتم لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطبق القرآن مئة بالمئة كان يثق بالله مئة بالمئة كان كل شيء لديه مثاليا فأنت حاول أن تقترب كلما اقتربت من أخلاق النبي وحياة النبي وسلوك النبي وأعمال النبي وثقة النبي بالله كلما اقتربت من ذلك يصبح شيطانك أو قرينك ضعيفا جدا إذن أيها الأحبة القرين كما قلنا هو يقترن بك ليضلك وهو من الشياطين الجن منهم مستم ومنهم كافر ولا يملكون الكل لا يملك تأثيرا على المؤمن لأنه لو ملك تأثيرا على المؤمن لكان حجة للمؤمن يوم القيامة يقول يا رب هو أضللني أضللني هذا وأنت أعطيته قدرة على التأثير عليه لا الشيطان لا يؤثر والجن لا يؤثر أيضا أيها الأحبة إذن أيها الأحبة كل هؤلاء ليس لهم تأثير ما دمت مؤمنا تثق بالله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته